ده مرة ثانية دي حلقتنا النهاردة من عشر الصفح في الأهلي أهلاً من كل حضراتكم من جديد عندنا بقى كلام كتير هنتكلم فيه في الفقرة دي عن الألعاب الرياضية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية في النادي الأهلي وكمان تفاصيل كل البطولات اللي احنا بصدد المشاركة فيها إن شاء الله الفترة اللي جاية كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفي اللي منورني النقد الرياضي أحمد رشاد صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم أخبرك إيه الحمد لله زي الفل صباح الخير عليك وصباح الخير على كل جمايير النادي الأهلي المحترمة اللي بتشرف طبعاً بوجودي هنا على قناة النادي الأهلي منور القناة ومنور البرنامج وعندنا كلام كتير هنتكلم فيه وتعالى نستهله بالتفصيلة اللي كنا مندرتش فيها أنا وانت قبل ما نرجع من الفصل فكرة إن الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى 23 بطولة في كل الألعاب فردية وجماعية شفنا طبعاً إنجاز يعني عظيم جداً تعالي نتكلم انطلاقة من النقطة دي بعد كده نفصص بقى اللي جاي شايف إن الموسم الحالي ممكن ما يقلش فيه النادي الأهلي في الإنجازات عن اللي فات أكيد طبعاً بس عايزة أبدأ طبعاً كلامي إن أنا أبارك للنادي الأهلي تأهله لنصف نهاية الدولة الأفريقي وبشكر طبعاً الجماهير اللي كانت موجودة مبارح يعني مشهد رائع بصراحة من جماهير النادي الأهلي وده اللي متعود عليه دايماً جماهير النادي الأهلي خلينا نروح بقى للألعاب الجمعية وزي ما بقولك كريم واتكلمت قبل كده مع حضرتك هنا إن النادي الأهلي عنده موسم صعب موسم صعب ليه؟ علشان أنت السنة اللي فاتت أو الموسم الماضي حققت فيه يعتبر كل البطولة كان بطولة اللي أنت خسرتهم وكنت زعلان عليهم لكن أنت عندك موسم إن شاء الله بإذن الله لكن في حاجة في الألعاب الجمعية هذا الموسم ويمكن إحنا شفنا مع بداية المنافسات اللي بدأت بالفعل إن الفرق كلها دعمت كل صفوفها يعني في دلوقتي منافسات صعبة مواجهات قوية كل الفرق طبعاً دعمت عشان تحصل على البطولات في الموسم ده لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر إن هو يعمل موسم استثنائي مطلوب طبعاً تركيز في الفترة اللي جاية لأن إحنا عندنا مباريات قوية عندنا دوريات قوية عندنا طبعاً كرة اليد هيشاركه في كاس العالم للأندية فالموسم اللي جاي موسم هيكون صعب أو الموسم الحالي اللي إحنا خلاص بدأنا في إيه القوي على اللعيبة يعني أنا بتخيل نفسي فكرة إن أنت تحقق إنجازات بالكم وبالكيف ده ده في حد ذاته بيشكل ضغط فظيع لما تحققها بقى الضغط بيتضاعف لأن أنت لازم تحفز عليها ده إن ما كانش مطلوب منك أن أنت تزودها أصلاً فكل دي ضغوطات على الأجهزة الفنية وعلى اللعيبة ولا إيه؟ أكيد هو بص حيزة أقول للي حضرتك على حاجة أس كريم إن ده قدر النادي الأهلي وقدر اللعيبة اللي موجودة بتلعب داخل النادي الأهلي إن النادي الأهلي ما بيبصش دايماً غير على المركز الأول ما بيبصش دايماً غير على البطولة فهو قدر النادي الأهلي ده بيبقى حمل كبير جداً على اللعيبة لكن اللعيبة في النادي الأهلي عارفين مسئولية وقيمة شرط النادي الأهلي فإن شاء الله الفرق بدأت بكل القوة وبدأ الموسم بكل القوة يمكن إحنا الموسم ده هو بدأنا الحمد لله ببطولتين النادي الأهلي بيحقق بطولة أفريقيا لكورة اليد الرجال ونادي الأهلي بيحقق بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد المباراة طبعاً كبيرة قدر النادي الأهلي أنه يحقق ويتوج فيها بأول بطولة لكورة طبعاً السلة رجال اللي إن شاء الله بنتمنى لهم موسم استثنائي وأكيد لسه فيه كلام كتير جداً ولسه فيه حاجات كتيرة جداً عند فريق كورة السلة رجال تحت قيادة طبعاً الأسباني أجوستي لناجح مع النادي الأهلي لكن إن شاء الله مطلوب الفترة اللي جاية أن احنا نحقق كل البطولات لأنه هو ده قدر النادي الأهلي النادي الأهلي ما بلعبش غير على البطولات الجماهير ما بتقبلش غير بالبطولات يمكن إحنا الموسم اللي فات خسرنا كم بطولة بس حققنا موسم تريقي وموسم استثنائي فجماهير النادي الأهلي محتاجة البطولات اللي غير خسرتها الموسم اللي فات ترجع السنة دي للنادي رجال ده الناس اللي سنة اللي فات ده أنا فاكر كويس جداً ده كان مود عام عند كتير من الأهلوية الناس زعلت على البطولتين اللي يوتهم اللي خسرناهم أكثر ما فرحت بالتلتة وشر بطولة كبيرة اللي ح 2015 ما هو ده يا دفو adalah نادي الأهلي زي ما أنا قلت لك انه هو ده نادي الأهلي لما بيخسر بطولة هو مش بيفرح بالبطولة اللي هو كسبها هو بيزعل على البطولة اللي هو خسرها فاحنا نادي الأهلي لما بيتموج بأي بطولة بيفرح لحد ساعات وبعد كده بيقفل الصفحة ويبدأ يركز في البطولة اللي بعدها كل اللعيبة بيعملوا كده أحمد يعني أنا عارف أن أنت يعني قريب قوي من كل الرياضيين في النادي الأهلي في كل الرياضات يعني وبشكل يومي بتتقابلوا بتعوضوا مع بعض وكذا فأنت من أكتر الناس اللي ممكن تبقى لمسة القواسم المشتركة بين لعيبة النادي الأهلي في الرياضات المختلفة سواء رياضات جمعية أو فردية كل عنده نفس القدر من الشغف كل عنده نفس القدر من النهم أنه عايز يحقق المزيد والمزيد من الإنجازات طب عايز أقولك على حاجة سكريم ومعلومة مهمة جدا يمكن إحنا مثلا إيه أمثلها لك بكرة الطايرة كرة الطايرة إحنا طبعا عارفين أن هي أشواط طبعا اللعيبة لما بتكسب تلاتة واحد مثلا هم ما كسبوا هم بيزعلوا على الشوت بيزعلوا على الشوت اللي خسروه يعني هم مش فرحانين بالفوز يعني هو خلاص هو خلصة المباراة بفوز النادي الأهلي تلاتة واحد هو زعلان على الشوت فهي هي دي لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي لما الواحد بيتكلم معهم دايما ويبقوا مثلا خسرانين أو شوت أو طبع كسبان مثلا بس كسبان بفرق هدفين تلاتة اربعة هو بيبقى زعلان برغم من أن هو فايز برغم أن فيه مثلا أندية تانية ممكن لو كسب خلاص بيعمل احتفالات فرح بلدي بتموز إنما النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي عارفين قدر وحجم وجودهم في النادي الأهلي وعارفين كم الضغط اللي عليهم وعارفين أن الجماهير النادي الأهلي ما بتقبلش غير بالفوز وغير بالبطولات فهو ده يعني اللي بيميز لعيبة النادي الأهلي عن أي لعيبة تانية في أي أندية أخرى في الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر وبشكل يكاد يكون مكثف جدا اسم كابتن خالد العودي دايما بيتردد مقترنا بالإشادة وفكرة أن وجوده في المنصب اللي هو موجود فيه كان ليه إنعكسات كتيرة طيبة على كل الرياضات في النادي الأهلي أكيد طبعا يعني أنا عايز بس قبل ما أتكلم عن كابتن خالد العودي عايز أتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي اللي وفر للألعاب الجماعية يعني إحنا مش نتكلم عن الألعاب الجماعية بس هو موفر لكل الأنشطة وكل يعني النادي الأهلي كل حاجة بيحتاجة يعني مش في كورة القدم بس لا موفر للنادي الأهلي في الألعاب الجماعية موفر الدعم الكبير يعني كل متطلبات وكل احتياجات الأجهزة الفنية بيتم توفيرها على أقصى سرعة يعني كل حاجة محتاجة النادي الأهلي والمراكز اللي بيبقى عايز الأجهزة الفنية يتم التدعيم فيها بيتم توفيرها بسرعة وبأحسن العناصر وده أنا بشوفه أنه ده تخطيط ناجح لمجلس إدارة النادي الأهلي في دعم طبعا الألعاب الجماعية طبعا لو هروح بقى ندعم مجلس إدارة النادي الأهلي ممثل طبعا في الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي بصراحة يعني نحلة زي ما بقول طبعا مع حفظ الألقاب موجود دايما مع اللعيبة موجود دايما مع الأجهزة الفنية اجتماعات متواصلة بصراحة وكمان مش ده بس يعني مش الاجتماعات وأنه هو بيبقى موجود مع اللعيبة وبيدعمهم لا موجود في المدرجات بيشجع زي واحد من جماهير النادي الأهلي فبصراحة عامل شغل محترم جدا قعد واجتمع مع الأجهزة الفنية ووفر هي الفكرة هنا أس كريم في الاختيارات أنه أنت النادي الأهلي مش بيدور على أنه هو يجيب كم لعيبة وخلاص النادي الأهلي بيدور على المركز اللي هو ناقص عنده وبيتم التدعيم فيه فالاختيار من البداية من بداية الموسم وطبعا بعد اجتماعات كبيرة جدا مع الجهزة الفنية لكل الألعاب تم اختيار طبعا عناصر جيدة وعناصر إن شاء الله تكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية يعني شوفنا منهم طبعا مجموعة في الدوريات اللي بدأت ولسه هنشوف اللي جاي بإذن الله واللي جاي إن شاء الله في النادي الأهلي هيكون أحسن طبعا بعد تدعيم النادي الأهلي بكل الصفقات دي إحنا عندنا في الألعاب المختلفة في النادي الأهلي فيه رياضات منها المدراء الفنيين أو المدربين اللي فيهم مدربين مصريين وطنيين وفي رياضات تانية عندنا مدربين أجانب هل ملاحظ أي فرق يسكر ما بين الفرقة أو الرياضة اللي بيدرب فيها مدير فني أو مدرب أجنبي بالمقارنة بالمصري؟ أكيد لا يعني في النادي الأهلي أنا لو هتكلم على الأجهزة الفنية أو المدربين الفنيين للألعاب الجامعية سواء الأجانب أو المصريين ده كل مدير فني بيقدم المطلوب منه وبيقدم على أعلى مستوى بصراحة ودي من وجهة نظري أننا شايف المدرب المصري اللي موجود فيه النادي الأهلي ناجح زي وزي المدير الأجنبي المدير الأجنبي بيحقق بدليل أن الاتنين حققوا إنجازات كتيرة يعني الاتنين أسبان اللي هم أجوستي وديفيد ديفيز وطبعا منذ المدير الفني الجديد للكرة الطائرة رجال اللي لسه طبعا احنا ما شفناهوش لسه مع الفريق هو عمل طبعا اجتماعات مع الفرقة وكان فيه طبعا إعداد للفريق استعددا طبعا لخوض المنافسات في الفترة اللي جاية فأنا من وجهة نظري شايف أن المدرب المصري في النادي الأهلي ناجح زي وزي المدرب الأجنبي فاكر اليوم الحلو ده اه طبعا ده يوم ما نقدرش طبعا ننسى وجود طبعا حقيقي كان يوم جميل طبعا طبعا فعلا فخر لكل الأهلي احنا دايما يا أس كريم لما بنشوف النادي الأهلي بيتوج ببطولة بنكون سعداء وبنكون فرحانين طبعا مجرد ما بنفرح بندور على البطولة اللي بعدها ما بننحقش يالك اقلب الصفحة اه خلاص بنقفل وبندور على البطولة اللي بعدها ايوه دي حاجة بتفرهد الجمهور يعني طب ادونا يومين نفرح فيه وبعد كان بقى نقلب الصفحة لا حتى يعني احنا لو روحنا لحطة كولارك قبل كده اتكلم وقال ان انا بحتفل مع جمهوري النادي الأهلي بالبطولة وبيطلبني بالبطولة اللي بعدها يعني ما تدنيش فرصة حتى ان انا ايه اقعد شوية لا بيطلبوا بالبطولة وهو ده النادي الأهلي النادي الأهلي مختلف عن اي نادي اخر تعالى بقى ايه نقف عند لعبة لعبة ورياضة رياضة في النادي الأهلي رجال وسيدات وتعالى تخلي ببدايتنا فريق الكرة اليد رجال وسيدات كرة اليد رجال وسيدات بدأوا الموسم طبعا بشكل مميز بدأوا الموسم بشكل ناجح النادي الأهلي لكرة اليد رجال حقق بطولة افريقيا في بطولة طبعا مهمة وبطولة النادي الأهلي دايما بيعشقها فالنادي الأهلي بدأ طبعا اليد رجال واليد سيدات كانوا بيشاركوا في البطولة الافريقية لكن طبعا اليد سيدات اللي قدموا طبعا مباريات مميزة لكن حققه طبعا مركز رابع فيه البطولة لكن إن شاء الله اللي جاي أحسن الفريق اليد سيدان متدعم كويس جدا عندنا لعيبة وعناصر مميزة جدا إن شاء الله وطبعا ماشيين في الدورة بشكل كويس جدا ومحققين كل البطولات حتى الآن كمان اليد رجال بيحقق بطولة أفريقيا وطبعا بنبريك له ونقوله ألف مليون مبروك وأنا اليد رجال ده اللي أنا كنت بتكلم عنه أقل وبرهن عليه دايما يعني يمكن فريق اليد رجال ده الفترة الأخيرة أو الموسم القبل الماضي يعني كان ناس كتير جدا بتزعل من أو جماهير النادي الآله بتزعل من فريق اليد رجال لأن كان فيه تزبزب في الأداء في مرشات المرشات كان فيه تزبزب بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة يا سكرين الشغل اللي كان بيتعامل لفريق اليد رجال هو ده اللي كان بيفرح الواحد وده اللي نتج عنه الإنجازات اللي بعد كده والبطولات وإن أنت بتحقق كل البطولات أنت كنت عايز تعمل فريق يستحوز كل البطولات في الفترة اللي جاية أنت عندك عناصر خبرة دعمت بعناصر شباب سعطت من قطاع النشئين فعملت فريق أنت بنيت بنيت فريق كبير جدا فريق إن شاء الله بإذن الله بدأ بطولة طبعا الأفريقية وتوج بالبطولة إن شاء الله بإذن الله أنا شايف من وجهة نظري إن الفريق ده هيكون قادر على تحقيق كل الألقاب في السنين اللي جاية بإذن الله عايز عارب برضو رؤيتك للنوعية للكيفية تمام بتاعت التدعيمات اللي حصلت في فريق اليد سواء رجال أو سيدات الكواليتي بتاعت التدعيمات اللي حصلت مؤخرة زي ما قلت حضرتك إن طبعا الأجهزة الفنية اجتمعت مع كابتن خالد العوضي من بداية الموسم وكان شغل واضح وشغل كبير وشغل مميز وشغل ناجح لإدارة النشاط الرياضي بقيادة طبعا كابتن خالد العوضي تم طبعا الاجتماع مع كابتن خالد العوضي ومنقشة طبعا كل التدعيمات وكل المراكز اللي النادي الأهلي محتاجة كل مدير فني في الألعاب الجماعية قعد مع كابتن خالد العوضي وشايف إلي الفريق محتاجه في الفترة اللي جاية سواء طبعا من لعيبة أو من حراسة مرمى وتم التدعيم بالفعل وأنا شايف إن التدعيمات كلها إلي تم تدعيمها في نادي الأهلي تدعيمات قوية هتنجح مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وإن شاء الله نحصد كل البطولات في السنة دي بإذن الله ويبقى موسم السسنائي وموسم تاريخي للألعاب الجمعية جميل ده فيما هتعلق بكرة اليد خش بينا بقى على كرة السلة كرة السلة دي بقى وإحنا نرسل بالكلمين على إنجاز فريقي كبير مهم طبعا طبعا كرة السلة يعني كرة السلة سيدات هبتدي بالسيدات وبعدين أختم بالرجال طبعا عشان تتوجهم ببطولة السوبر المصري كرة السلة سيدات ماشيين بشكل جواس جدا عايز أقول لحضرتك على حاجة إن الكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات عامل فريق مؤيز جدا تم طبعا تدعيم الفريق بعدد من اللاعبات المميزات بصراحة عاملين شغل مميز جدا بدأوا مباريات في بطولة المنطقة حققوا الفوس في كل المباريات حتى في دوري المرتبط نادي الأهلي حقق الفوس في كل الأدوار وهيلعب إن شاء الله بإذن الله دوري التمانية مع نادي السيد بصراحة السلة سيدات ماشيين بشكل كويس جدا يعني كمان الحاجة اللي لحظتها في فريق كرة السلة سيدات إن الكابتن طارق خيري يمكن عامل فريقتين فريق من العناصر يعني بنخصين كده على غرار فريق الكورة عامل فريقتين فريق من العناصر اللي عندهم طبعا خبرة واللعابة الكبار اللي مع الفريق وكمان من قطاع النشئات بيصعد لعبات فلما شفنا يعني يمكن في مباراة من المباراة النادي الأهلي لما شفنا أكتر من لعبة من النشئات في المباراة بيقدموا زي اللعبة اللي موجودين في الفريق الأول من فترة كبيرة فعملين شغل بصراحة أو كابتن طارق خيري عامل شغل مميز في كرة السلة سيدات بالنسبة لكرة السلة رجال وده اللي احنا طبعا دايما بيفرحونا يمكن عدم التوفيق في بطولة العربية لكن الحمد لله روحنا عوضوها بعد كده أجوستي طبعا عايز أقول لحضرتك على حاجة أن أجوستي والمدرسة الأسبانية ناجح بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي حتى الآن لكن طبعا احنا كنا نأمل أن احنا ناخد البطولة العربية أو نتوج به البطولة العربية لكن عدم التوفيق لكن بعدها طبعا النادي الأهلي لعب مع نادي الزمالك اللي دعم فرقته بلعيبة قوية لكن قدر النادي الأهلي أنه يتوج به السوبر مصري وإن شاء الله منتظرين من فريق كرة السلة رجال أنه هم إن شاء الله يبتدوا طبعا دور المرتبط النهاردة إن شاء الله بإذن الله يحقق كل البطولات في الفترة اللي جاي في كرة السلة بصفة خاصة يا بحميد في ناس ممكن لما تسمع أن النادي الأهلي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد أو جلب خبير أجنبي في رياضة كرة السلة على طول الطموح بيروح لأمريكا تحديدا نتعلم دول أسياد اللعبة دي وده ما بيحصلش كتير ليه رحنا للمدرسة الأسبانية تحديدا عايزة أقول لحضرتك على حاجة أنا لما كلمت في بداية كلامي قلت أن التخطيط الواضح والتخطيط الناجح لإدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ممثلة طبعا في النشاط الرياضي فالنادي الأهلي هو بيدور على احتياجاته بيدور على المدرسة اللي هتنجح مع النادي الأهلي فلما رحنا للمدرسة الأسبانية فهي نجحت مع النادي الأهلي أنت جبت مدير فني أسباني في كرة اليد نجح مع النادي الأهلي جبت مدير فني نجح لشخصه ولطبيعة شخصه ولا نجح لأنه بيمثل مدرسة نجحة معانا في النادي الأهلي مدرسة نجحة وهو مدير فني على أعلى مستوى قدر أنه هو يعمل شغل مختلف مع لعيبة النادي الآن أو يطلع اللي عند لعيبة النادي الآن فقدر ينجح فيه مع النادي الآن ده بالنسبة لكرة اليد وناجح حتى الآن وماشي بشكل كويس جدا فيه الدوري محقق كل الفوس في كل المباراة حتى الآن بجانب برضو كرة السلة فأجوز تناجح حتى لو حصل أي حاجة الفترة اللي فاتت سواء في البطولة العربية أو في مباراة طبعا السوبر المصري لكن هو ناجح مع النادي الآن حتى الآن عنده شخصية ويقدر أنه هو يطور كتير جدا من لعيبة النادي الآن بالنسبة طبعا لكرة الطائرة اللي لسه ما شفناهوش منذ مدرسة أسبانية إن شاء الله بإذن الله ينجح مع النادي الآن رجل بتكلم إنه هو قعد وتكلم وخطط في الفترة اللي فاتت ويمكن كان ليه تصراحات إنه هو خلاص هيبدأ الموسم إنه هو قعد مع اللعيبة وفيه شغل إن شاء الله بإذن الله هنشوفه الفترة اللي جاية إنه هو كمان عايز يعمل مستقبل مع النادي الآن وعايز يعمل بطولات مع النادي الآن في الفترة اللي جاية طيب الرياضات الفردية بقى ما تيجي نقف عندها شوية هيا طبعا لا إحنا عندنا ده لازم برضو حقهم علينا لا الرياضات الفردية يعني إحنا عندنا لعيبة بصراحة لعيبة كبيرة لعيبة أبطال عالم لعيبة بتمثل المنتخبات ويمكن نادي الأهلي دايما بيدعم منتخبات الوطنية كلها بكل لعيبة النادي الأهلي الألعاب بصراحة دي بقى لو إحنا عدنا نعد مش نعرف نعد ده في كل الرياضات ومن قديم الأزل لو كمان عدنا نعد البطولات بتاعة الألعاب الفردية نعد نعد كتير جدا لأن النادي الأهلي مستحوز على كل البطولات الفردية عندنا نجوم بصراحة مميزين في كل الألعاب يعني عندنا في الكراتيه عندنا في التنس عندنا في السباحة يعني في الجنباز في كل الألعاب ده لأن نوعية لعيبة النادي الأهلي مختلفة ولا لأن كيفية إدارة الأمور في النادي الأهلي مختلفة الاختيار في النادي الأهلي هو ده الأساس فالنادي الأهلي هو مش بيدور أنه يجيب نجم أو يجيب لعب أنه يقعد وخلاص وبيجيب لعب عارف أنه ينجح مع النادي الأهلي كمان القاعدة اللي موجودة في النادي الأهلي وهي قاعدة النشئين والنشئات اللي بيطلع منها طبعاً ده كده كده كمان شوية في كل الحوال أكيد طبعاً اللي بيطلع منها بصراحة لعيبة مميزة يعني إحنا بنشوف لعيبة كبيرة جداً بتحقق كل البطولات وأبطال عالم هم طالعين من نشئين النادي الآلي وده الشغل الواضح والشغل الناجح للنادي الآهلي من البداية بصراحة إلى أي درجة التفصيلة دي بتفرق أحمد يعني فكرة أن أنت عندك عارف ابن من أبناء النادي اللاعب متربي بالمعنى الحرفي لكلمة بدون مبالغة في النادي الآهلي بتشوف منه أداء وولاء هل بيختلفوا عن الأداء والولاء بتوع أي لعب تاني أنت تعاقدت معه لا ما فيش أي اختلاف هو اللاعب سواء الطالع من البداية اللي هو متربي في النادي اللي هو متربي في النادي الآهلي لحتى اللاعب اللي بيجي ينضم للنادي الآهلي هو اللاعب اللي بينضم للنادي الآهلي ده بيبقى لسه جاي مبارح وبيتحس أنه يعشق وبيحب النادي الأهلي وعايز يلعب وعايز يظهر وعايز يشوف جمهور النادي الأهلي فالنشئين والنشئات اللي بيطلعوا من النادي الأهلي هم من صغرهم بيحبوا النادي الأهلي من صغرهم عايزين يلعبوا في النادي الأهلي من صغرهم عايزين يعملوا حاجة ويمكن هو ده اللي بينجحهم أن هم عارفين قد أن هم موجودين في نادي كبير زي النادي الأهلي فبصراحة أنا بشوف قطاع النشئين والنشئات في النادي الأهلي قطاع ناجح بشكل كبير جدا وبنشوف لعيبة لما بيتم تصاعدة للفريق الأول بتقدم مباراة كبيرة جدا لكنها موجودة في الفريق الأول من زمان هل شايف أن في رياضة ما من الرياضات أو لعبة ما من الألعاب الرياضية الموجودة في النادي الأهلي حجم الإنجاز اللي فيها مش ماشي قوي مع حجم الإنجازات اللي بقيت الرياضات بتحققها لا ما فيش الله أصدر عنها الحمد لله يعني كل الألعاب في النادي الأهلي طب قلنا رياضة واحدة حتى من مباراة نغزي العين بيها ما قدرش لأن النادي الأهلي فعلا يا سكريم فعلا النادي الأهلي محقق كل البطولات في كل الألعاب فما فيش لعبة النادي الأهلي مش محقق فيها بطولة النادي الأهلي مش عايزة أقولك أنهم محقق بطولات بس في الألعاب هو مستحوذ على كل البطولات فأنت قاعد أنت ملكش منافس صحيح فيه ساعات بنستضيف ناس بمارسوا رياضات مختلفة وتربية الصدفة الرياضة دي مش موجودة عموما في كتير من الأندية ودايما بيطالبوا إن النادي الأهلي يبقى فيه الرياضة دي نهيك على إنهم كمان ينضموا للنادي الأهلي بموجب إنهم يمرسوا الرياضة دي بالتحقيق هي فكرة إستحداث رياضات معينة أو المعينة جوه النادي الأهلي وتتم بناء عليه أكيد هي بيبقى فيه طبعا إجتماعات لمجلس إدارة النادي الأهلي ومنقشة وفيه عرض طبعا من نشاط الرياضي علشان يتم استحداث وبيشوفوا طبعا هل اللعبة دي هتكون قد إيه موجودة في النادي الأهلي وقد إيه هي هتفيد وهيكون عندي لعيبة وهقدر طبعا أخذ فيها بطولات ولا لأ لكن خلينا أقولك أن الألعاب اللي موجودة في النادي الأهلي سواء طبعا لو إحنا فيه لعبة أو اتنين أو تلاتة مش عندنا لأ إحنا الألعاب اللي عندنا نكحة بشكل كبير جدا أنت بحقق كل البطولات في كل الألعاب اللي عندك لعيبة مميزة النادي الأهلي بيمتلك طبعا عناصر ونجوم بنشوفهم دايما موجودين على منصات التتويج فأنا شايف أن الألعاب اللي موجودة في النادي الأهلي حتى الآن نكحة بشكل كبير جدا وإن شاء الله بإذن الله أكيد لو النادي الأهلي شايف أن فيه لعبة معينة تقدر تفيد النادي الأهلي وتكون إضافة للنادي الأهلي أكيد هيفكر فيها ومش هيبخل على النادي الأهلي في أي شيء لأن مجلس إدارة النادي الأهلي موفر كل حاجة لكل الألعاب بصراحة في النادي الأهلي طيب في كتير يعني مش في كتير ده تقريبا كل المنتخبات يعني في أي رياضة من رياضات القوام الرئيسي والأساسي فيها لعيبة لعيبة النادي الأهلي بطبيعة الحال إلى أي درجة الواقع ده أو التفصيلة دي ممكن تبقى بتأثر على الفرق بقى في النادي الأهلي لأن العناصر الأهم مشاركة مع المنتخبات في معسكرات في سفريات في بطولات إلى آخرها؟ المشاركة مع المنتخبات الوطنية ما بتأثرش خالص على اللعيبة مع النادي الأهلي لأنه هو لما بيروح يا سكارين بيروح أنه بيشارك مع منتخبات تانية فبيبقى فيه احتكاق قوي فده بيتعلم منه أكتر بيدي له طبعا قوة أنه هو لما يرجع ليه منافسات النادي الأهلي بيبقى عنده قوة لما لعب مع المنتخبات عنده القوة بنفس طبعا الأداء فبنشوف طبعا أن المنتخبات الوطنية والاحتكاق القوي مع المنتخبات الوطنية بيكون أكيد مفيد لللاعب وما بيأثرش طبعا على النادي الأهلي ولا أي منافسات داخل النادي الأهلي جميل أنت نورتنك هل عاد حبيبا سكريم شكرا جزيلا إن شاء الله نشوفك على خير قريب يا رب ربنا خليكو بتمنى توفيق للنادي الأهلي دايما ويفضل النادي الأهلي في الصدارة ويفضل النادي الأهلي رقم واحد بإذن الرحمن